مرحب بيكم مرة تانية أعزائي مشاهدين مرحب دكتور أحمد سابت ولغة الأرقام أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بك أكباتن طبعا ألف مبروك يعني النادي الأهلي وجماهير ومجلس إدارته ألف مبروك لحضراتكم ويا رب كده إن شاء الله دايما في انتصارات ويا رب إن شاء الله البطولة يعني إن شاء الله كم نصبنا بإذن الله يا رب إن شاء الله في البداية يعني المنظومة كاملة بصراحة تستحق التحية للنادي الأهلي كله من أول مجلس الإدارة الكابتن محمود الخبيب اللي سافر مع الفرق اللي دايما بيسافر يعني دايما ماتش سانداون ماتش الهلال السوداني دايما بيسافر والاستعداد الكويس جدا من الجهاز الإداري وكده الكابتن ساد عبدالحفيز طبعا من بادري والاستعدادات دي الحاجات دي بتفرق حاجات مهمة جدا بعد كده طبعا الكلام الفني على المسيماني والاختيار الفني لي والأداء الممتاز جدا من المسيماني النهاردة الإدارة الفنية الأكثر من رائعة كذلك برضو اللعيبة أداء ولا أروع منهم جميعا يعني كلهم بصراحة كانوا رجالة الرقم أربعة طبعا في المنظومة كلها والجمهور دايما جمهور النادي الأهلي بيبقى موجود في ظهر النادي حتى في غياب في الفترة الأخيرة عن الحضور الجماهيري ولكن دايما بيبقى مساعد سواء على السوشيال ميديا سواء بيحمس اللعيبة فطبعا منظومة النادي الأهلي متكاملة بصراحة استحيق التحية كلها يمكن أول حاجة معايا أن الوداد المغربي ديت آخر هزيمة للوداد المغربي على ملعبه كانت 2016 27 يوليو 2016 يمكن الوداد المغربي قعد 26 مباراة في دوري أبطال أفريقيا 26 مباراة بلا خسارة دي أول حاجة يعني آخر هزيمة ليهم كانت 27 يوليو 2016 فده طبعا رقم كويس جدا لنادي الأهلي النهاردة بيحقق النتيجة ومكسب 2 سف طب ده كان في دوري المجموعات صح كان في دوري المجموعات بهدف رامي ربيعة وما كانش في محمد الخامس بس احنا لو عملنا إحصائية كاملة للمطشات الوداد في المغرب آخر 57 مباراة آخر 57 مباراة للوداد في المغرب مخسرش غير 3 مطشات اللي هي المباراة النهاردة 57 التلات مطشات منهم مطشين من النادي الأهلي فأعتقد أن يعتبر أن النادي الأهلي أصبح عقدة للوداد في المغرب بالأرقام يعني النادي الأهلي النهاردة تفوق في كل شيء في الأرقام في جميع الأرقام ما فيش رقم مش متفوق فيه يمكن رقم واحد لاستحواز استحواز النادي الأهلي النهاردة 52% مقارنة بالوداد 48% اللي كان بيلعب على ما لعبه المحاولات يعني ممكن تستحوز وما تروحش لا النادي الأهلي راح على الجون 11 محاولة منهم 3 صح الوداد المغربي عمل 8 محاولات منهم 2 صح عدد التمريرات التوتل 392 للنادي الأهلي مقابل 348 للوداد المغربي فالنادي الأهلي برضو تفوق في التمريرات التمريرات الطولية الوداد المغربي عامل 75 أكتر وده بيأكد التنظيم الدفاع المميز في وسط الملعب اللي كان عامله المسلماني فكان بيضطر الدفاع الوداد أنه يعمل التمرير الطولي تحديدا كمان في بداية المباراة فقد الكورة الوداد فقد الكورة 161 مرة على ملعبه وده رقم كبير جدا الرقم ده بيبين الضغط المنظم اللي كان عامله المسلماني ده كان سر الفوز التنظيم بتاع المسلماني تنظيم اللعبة في الملعب عكس لعبة النادي الأهلي 134 الالتحامات النادي الأهلي كسر برضو 54 مقابل 45 للوداد التاكلينج النادي الأهلي أعلى 22 مقابل 11 على فكرة التاكلينج بيبين الروح والعزيمة بتاعت اللعبة التدخلات الدفاعية 15 للنادي الأهلي مقابل 12 إذن الأرقام كلها في صالح النادي الأهلي يمكن إحنا قلنا قبل المباراة إن هذه المباراة بتلعب على التفاصيل الصغيرة وقلنا المدرب بيراهن رهان المسلماني كان رهانه إيه؟ إن أنا حلعب بشخصيتي إن أنا حلعب ب4-2-3-1 وحفرد إسلوبي وحستغل الغيابات اللي عندهم في قلبين الدفاع عكس مدرب الوداد المغربي عمل إيه؟ بدأ بيحيا جبران هو راهن على كده راهانه إن أنا حلعب بيحيا جبران مساك هو كان من ضمن الأسباب الخسارة طبعا مش تقلين من اللاعب ولكن بيلعب في مركز غير مركزه فبدايته للمباراة الهدف توقيت الهدف فرق جدا مع النادي الأهلي إن هو لعيب بيلعب مش في مكانه أفشى بيستغلها وبيروح بحط جون النقطة التانية اللي قلنا عليها في التفاصيل الصغيرة اللي هي استغلال الفرص لما تجيلك فرصة زي دي تستغلها الأهم بقى من ده كله وهي اللي إحنا بدأنا بيها في التحليل قبل المباراة اللي إحنا قلنا إيه دور الأجنحة قلنا ممكن تلعب 4-2-3-1 مش شرط تلعب 4-3 ولكن دور الأجنحة مهم جدا 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 في طريق لعب المسلماني جونيور أجاي قدم واحدة من أفضل مبارياته من فترة طويلة من قبل كورونا أحسن مباراة قدمها جونيور أجاي مباراة ولا أروع من جونيور أجاي بصراحة يمكن لو بصينا على الأرقام بتاعت جونيور أجاي مش بس دور دي هو التزم يعني هاتي الأول التشكيلة أستاذ سامير بتاعت الوداء التشكيلة اللي هي 4-1-4-1 احنا قلنا ماشي هنستعرض أرقام جونيور أجاي لعب بالدقائق 90 حصل على ركل الجزاء أكتر واحد صنع فرص لزملاء هو صنع أربع فرص محاولات على المارمة واحد مراوغات ناكحة اتنين أكثر من قطع الكرات في الرباع الأمامي رقم دمهم قوي 11 مرة جونيور أجاي أخفى مفعول بديع أوك واضطر المدرب جاموندي إن هو في الشوت التاني يبدل الأماكن لأنه خلاص ملقاش حل مع جونيور أجاي ومعلول عمله الجبهة اليسرى القوية في النادي الأهلي تفاهم وانسجام ولا أرواح والدور الدفاع بتاع جونيور أجاي إن هو كان ملتزم جدا زي ما قلنا إن هو عنده واحد بس في وسط الملعب اللي هو كان اللي هو النقاش فكان بينزل حسيني الشحاتي استلم من العمق وكان بينزل جونيور أجاي استلم من العمق وقفشة كان واحد من نجوم المباراة ليه؟ بسبب الفجوة الموجودة في وسط ملعب الوداد المغربي قطع 11 كورة في نص الملعب الخصم؟ في نص لا كتوتل 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 قطع الكورة 11 مرة ده رقم كبير بالنسبة لجناح الجناح يقطع الكورة 11 مرة فيه مدفعين ما بتوصلش العشرة فده بيأكد الدور الدفاع الهايل لجونيور أجاي مع معلول الحاجة التانية أنه هو فاز بالتحامات أكتر من فاز بالتحامات أرضية 7 وفاز بالتحامات هوائية 3 فأرقام جونيور أجاي على المستوى انت بتتكلم في مستوى الدفاع بيقايم الجناح تعال انت بسا قطعت الكورة 11 مرة رقم مميز على مستوى الهجوم هو ما حاولش كتير ما كانش بيروح عالجوم كتير يعني هو حاول عالجوم مرة واحدة بس لكن كان ليه دور تاني في صناعة الفرص إذن كان واضح أن فيه تعليمات وتنظيم دفاع لو استعرضنا التشكيل بتاع الوداد اللي احنا قلنا عليه قبل المباراة هلاقي ان جونيور أجاي قلنا ان جونيور أجاي بيرجع يدافع بشكل كويس جدا حسين الشحات بيرجع يدافع بشكل كويس جدا عشان تقفل الأطراف قلنا اللي الأجنحة بتاعته حتدافع بشكل كويس وهتتحول من الدفاع للهجوم ديت اللي حتصنع الفارج وده كان نقطة مهمة جدا نيجي لمحمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا يمكن هو دايما بيظهر كمان لعيب كبير وبيظهر في المباراة اللي هي الكبيرة يعني ظهر في ماتش الليلة السوداني لعيب ممتع ودي التشكيلة اللي بقول حدك عليها إبراهيم النقاش في وسط الملعب بلعب لوحده لما قلنا الحتة دي هتبقى فراه أولا رهانه على إيحيا جبران ونجم الدين كان خاطئ تماما من مدرب جاموندي ان انت بتلعب بالاتنين دول كان خاطئ تماما ده تسبب في الهدفين سواء إيحيا جبران ضرب الجزاء أو الهدف الأولاني كذلك المساحة الموجودة وراء إبراهيم النقاش اللي استغلها محمد مجدي أفشا واستغلها يعني محمد مجدي أفشا وجونيور أجاي عملوا ماتش عمرهم بسبب المساحات الموجودة في وسط ملعب الوداد اللي احنا اتكلمنا عليها دي نقطة مهمة جدا نيجي نستعرض أركام محمد مجدي أفشا اللي عمل أحسن واستغل المساحات الموجودة وراء إبراهيم النقاش محمد مجدي أفشا يمكن النهاردة طبعا أحرز هدف لمس الكورة 62 مرة أكتر 3 لعيبة لمس الكورة في النادي الأهلي محمد هاني علي معلول محمد مجدي أفشا طبعا محمد هاني وعلي معلول لأن التحضير كان من وراء محمد مجدي أفشا من الرباع الأمامي لمس الكورة 63 مرة صنع فرصتين أحرز هدف من محاولتين على المرمى يعني نسبة نجاح 50% مراوغات نجحة 2 عدد التمريرات بتاعته 45 تمريرة نسبة دقة تمريرات 86.5% واللونج باس بتاعه كان 7 تمريرات طولية دي أركام محمد مجدي أفشا قدم مباراة كبيرة جدا هو وجونيور أجايل الاتنين كانوا بيستلموا اللعب بيدوك الاستحواز في وسط الملعب محمد مجدي أفشا كمان كان بيوصل زميله لقدام لعيب عائل وبيقف على كورته بشكل كويس جدا صراحة يعني أعود رحيل عبدالله السعيد في الفترة الأخيرة عن نادي الأهلي أعتقد محمد مجدي أفشا في المباراة دي يعني أعتقد أنه واحد من أحسن صنع الألعاب حاليا في مصر يعني محمد مجدي أفشا نيجي بعد كده اللعب الثالث علي معلول علي معلول دايما شخصية علي معلول تراهن عليها في المطشات الكبيرة علي معلول دايما في أي مطش كبير بيتلاقيه موجود ما شاء الله علي اللمس الكورة 72 مرة أحرز هدف واحد الدور الدفاع بتاع علي معلول الجابهة اليسرى بتاعت النادي الأهلي هي كانت سر الفوز مع وجود محمد مجدي أفشا طبعا تبتتكلم أن علي معلول قطع الكورة 14 مرة كتوتل عمل أربع عرضيات رقم برضو علي معلول كان بيوصل أكتر من عشرة في المطش لكن النهاردة واضح أنه ما كانش فيه تعليم يعني ما كانش فيه زيادة كتير قوي من الأطراف كان واضح أنه فيه دور تكتيك واضح من المسلمان أنه هو بيدافع أكتر من الجنبين العرضيات أربعة صنع فرصة لزملاءه واحدة المحاولات على المرمى اتنين وعدد التمريرات 37 برضو الجابهة اليسرى بتاعت علي معلول وجونيور أجيء قدمت مباراة كويسة جدا 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 نيجي الرابع أعلى تقييم في النادي الأهلي طبعا بالتأكيد من فعش أن ينساه وكان نقطة التحول دايما بنقول الحارس الكبير هو من يصنع الفارق لفريقه محمد الشناوي ديت يعني لو استعرضنا برضو أرقامه دي رابع ضربة جزاء يصدها الموسم ده رابع ضربة جزاء في آخر سبع ماتشاط لمحمد الشناوي التطور الملحوظ في ضربات الجزاء محمد الشناوي ما كانش بيصده بصراحة ضربات جزاء وواضح جدا أن في الموسم ده اشتغلوا معاه مدارب الحراس في ضربات الجزاء يعني في ضربات الجزاء واضح جدا تطوره لما بيصد ضربعة في آخر سبعة ده بسم الله ما شاء الله في مباراة كبيرة مباراة تقيلة أنقذ فرصة محققة غير ضربة الجزاء واحدة يعني هو أنقذ فرصتين محققتين تصدي صحيح للعرضيات أربعة من خمسة طلع في واحدة غلط وأربعة صح خروج صحيح من المرمى لإبعاد هاجمة ثلاثة التمريرات الطولية دي برضو بتأكد حاجة مهمة جدا أن التمريرات الطولية سبعة والتمريرات القصيرة 12 النهاردة أن الوداد برضو ما كانش بيضغط ضغط عالي وبالتالي ما كانش بيضطر محمد الشناو أنه هو يعمل لونجو بس كتير وبرضو طريقة لعب مسماني الاستحواز والتمرير القصير أكتر عكس الوداد المغربي قلنا أن الوداد المغربي النهاردة عاملين تمرير طولي كتير نتيجة الضغط المكسف لو جبنا التشكيلة بتاعت الوداد مسماني كان عامل ضغط مميس جدا يعني أنت خطفت الفوز بهدف بتوقيت الهدف في الدقيقة التلاتة من الشرط الأول ولكن الضغط المنظم ونفس التنظيم ده دور مدرب يعني التنظيم اللي احنا شفناه في ماتش بيرامدز بنشوفه النهاردة في ماتش برضو الوداد المغربي التنظيم بتاع مسماني الواضح اللي هو أنت عملت ضغط في وسط الملعب تعليمات طريقة اللعبة بتتحول ل4-4-2 في الحالة الدفاعية بضغط أفشة مع مروان واحد فيهم بيرحل معه اللي حيبني الهجمة فبتضطر أن الدفاع يلعب تمرير طولي والنهاردة ياسر إبراهيم كان مميز في حتة الانتحامات الهوائية كان كل القوارة العالية بتاعته خاصة أن المهاجم يعني هو اضطر أن يلعب تمرير طولي واختار المهاجم اللي بيعتمد على السرعة يعني مدرب الوداد عمل تقريبا كل حاجة غلط في المباراة أن أنت بتعتمدت على التمرير الطولي من ورا وفي نفس الوقت اخترت المهاجم اللي هو مش مميز في الانتحامات الهوائية كان مفروض يختار كزادي كاسونجو طالما هلعب على التمرير الطولي لأن الكزادي أطول وفي الانتحامات أعلى لكن هو اختار جبابجو اللي هو أسرع وطبعا جبابجو كان هو متسبب في ضربة الجزاية اللي هي يعني مشكوك في صحتها ده يمكن الانتحامات اللي هو ضغط بشكل مميز جدا تنظيم بتاع موسيماني أربعة اتنين تلاتة واحد التعليمات إن أنا هرجع أجايه عشان يغطي أجايه عشان يغطي مع علي معلول في الجابهة دي وكذلك حسين الشحات حسين الشحات ممكن البعض يشوفه ما قدش مباراة اللي هي مش جامدة يعني مش قوية أول ولكن على مستوى الدفاع بص على أرقامه في الدفاع هتلاقي قطع الكرة سبع مرات أهم حاجة تنظيم هو موسيماني عايز من اللعب يقف في مكان ده إن انت ترجع وتغطي عشان تشوف الجابهات بتاعة الوداد النهاردة جابهات الوداد مظهرتش تماما ده نجاح من موسيماني ابطال مفعول الوداد حافظهم كذلك رهان أنا شايف إن مدرب الوداد برضو نجاح من موسيماني ومدرب الوداد ليه برضو سبب إنه هو البداية بخط الدفاع الرهان على النقاش الرهان على جباج ورغم إن انت عتلعب تمرير طولي هو ما كانش متوقع إن نادي الأهل هيلعب بالشكل ده والتنظيم ده والتاكتك المميز ده من موسيماني ده حاجة مهمة جدا بعد كده برضو معانا رقم مهم جدا ليسر إبراهيم يسر إبراهيم أكتر من فاس بالتحامات هواية فاس بخمسة من خمسة بنسبة نجاح مية في المية ده الرقم اللي بيبين إن ياسر كان من وراء مميز في الحتة دي أيمن أشرف وياسر إبراهيم قطع كتوتل 15 مرة وده رقم كويس للتنين مسكين محمد هاني عمل تاكلينج صحيح النهاردة 3 مرات حمد هاني يمكن الرقم السلبي الوحيد إنه كان بيتم مروغته مرتين وده رقم برضو يعني مش عالي أو سلبي بالنسبة له السولية وديانج عملوا مباراة برضو ديانج يمكن المدرب خرجوا عشان خاطر الانذارين وبدأ يدفع بحمدي فتحي حمد فتحي داك الاستحواز أكتر في الشوط الثاني من ديانج كورته حلوة بيعمل تمرير قصير وده كده التغيير مميزة جدا برضو من موسيماني حتى على مستوى التغييرات أعتقد أن موسيماني تفوق عكس المدرب الثاني هو غير البديع أوك حاول أنه يغير الأجنحة الأول بعدين رح مغير بديع أوك بعد كده رح منزل كزادي أعتقد أنه فشل تماما في كل الحلفييجات أي حل هجومي قدام دفاع النادي الأهل الصلب النهاردة وقدام تاكتك موسيماني الرائع عندك أي سفسار كابتن محمد للأرقام لا لا أنا بحيط دكتور أحمد على الأرقام دي والتحليلات فعلا يعني حاجة جميلة جدا وانا زي ما قلت لك يعني هو أكد برضو الشناوي احنا قلنا الشناوي ضربة الجزاء وتوقيت الإنقاذها فرق بشكل كبير جدا في النتيجة يعني توقيتها في نهاية الشرط الأول نتيجة كانت 1-0 فإنه ينقذ كمان كم لعدد ضربة الجزاء ده دي حاجة مميزة يعني والأرقام كلها أعتقد أنها بتتوضح أفضلية النادي الأهلي في المجورة في كل شيء النادي الأهلي كل الأرقام استحواز محاولات على المرمى محاولات صحيحة تمريرات تمريرات طولية الحاجة الوحيدة تمريرات الطولية ودي برضو مش يعني ده بيأكد أسلوب لعب ومدرب إن أنا في الوداد المغربية بلعب على طول أكتر الفاكد الكورة للنادي الأهلي أقل في الالتحامات يعني المباراة دي اللي يبص على أرقامها ما يسداش النادي الأهلي بيلعب برها ما لعبه مزبوط يعني الأرقام دي أه ما لعبش أنه تقول له ما بيلعب في القاهرة هنا مش في المغرب شكرا جزيلا دكتور شكراً وألف مبروك للنادي الأهلي وعبال البطولة إن شاء الله يا رب إن شاء الله هنطلع فاصل ونرجع نستقبل خبرنا التحكيم الكابت الناصر عباس والحديث عن طاقم التحكيم والحالات التحكمية أرجوكم انتظرونا